وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 786 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات وصلت إلى 283 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 103 أطنان وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير تم ضبط 97 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 23 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط حوالي 60 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 483 قضية من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فقد تم ضبط 6 قضايا بمضبطات وصلت إلى 107 أطن